خلينا اخذك للطريقة اللي انت بتقول عليها كتن الافضل في الفترة القادمة بالنسبة لديها 4-2-3-1 ولاسة 3-4-3 او 4-3-3 صح؟ انا بالنسبة لي 4-2-3-1 ده الانسب 4-2-3-1 باي حد بقى ممكن يكون ليهم وصفات خاصة في اللعب يعني لعيبة معينة قصد يعني ما انا بروف عليك يا نقطة مهمة جدا ونلازم نوضح انت بتلعب 3-4-3 او 4-3-3 انا في بعض الاحيان لما بلعب بديانج والسلية وحمد فتحي على ملعبي ما بقاش يعني التلاتة معظمهم يعني من معظم الوقت بيقوموا من نفس الادوار يعني فعش المطش الجاي انا شايف كده لكن هو ما عرفش هو يعمل ايه يعني هو ليه وجهة نظر يعني بقوله وجهة نظر هنا هو انا مش عارفين هو بيفكر في ايه ممكن يكون بيفكر في عايز يقفل نص الملعب ويلعب بشكل هجومي تاني بتلاتة قدام اتنين تحت الفرود يعني احنا مش عارفين انما الطريقة اللي تتناسي عندناها اربعة اتنين تحت واحد ليه؟ لو قلنا ان هو عايز يغير الشكل اللي كان دايما معتاد في الفترة اربعة اتنين تحت واحد هل ده يعني مش من حقه انه يشتغل بالشكل ده كده حتى لو انت بتتكلم لانه هو مش بيلعب بالتلاتة بقى في نص مرة حمدي فاتحي بيرجع سنة بسيطة الوراء بحيث انه يبقى موجود في قلب المدافعين وبيبقى بيشتغل بحيث ده حد ذاته برضه في جزء منه تأمين دفاعي وفي نفس الوقت عنده عدد وافر في الهجوم من خلال نص ملعب والجزء الامام ماشي انت كمدرب لازم تعمل كذا سيناريو كذا طريقة هو حر يلعب بالطريقة اللي هو عايزها انا متفاهم اه اه يعني هو حر يلعب باللي هو عايزه احنا مقناش حاجة بس ايه يبقى فيه شراصة هجومية النادي الاهلي هنال ملعبش بتلات ديفندرات النادي الاهلي مش متعاود ان يلعب بتلاتة بالزات على ملعبه انا عارف انا ممكن اقولك بره ملعبك تلعب بتلاتة مفيش مشكلة لكن التلاتة بيقوموا بأدوار واحدة والتلاتة هيلين لكن انا برضو النواحي الهجومية بتضعف شوية لما بلعب بتلاتة ديفندرات بلعب باتنين قدامه وفيروت صريح المعظم الفرق هو بيبقى افضل منها لان ناد القرن واحسن ناد في مصر يعني بنتكلم الواقع يعني دي حقيقة لما بلعب اتنين في قلب الملعب يا فاروق بيعمله نواحي دفاعية كويس قوي وبيقوم مأمنين التلاتة اللي قدامهم مع الفيروت انا ما عنديش مشكلة خاص لكن انا كمان مفيش هجوم شرس علي من المنافس سواء في الدوري او في بطولة افريقيا ده النادي الاهلي لازم اهاجم ويبقى عندي كسافة هجومية اه كويسة عشان اقدر اسجل واقدر اكسب واقدر اخد بطولة افريقيا والدوري والكلام ده كله لكن انا ما بلعب بتلاتة هي بتعطلني شوية هقولك انا سبقى الماتش الجاي هيبقى ثلاثة اربعة ثلاثة هقولك ليه بقى هو طبعا حسيننا ما هيبقى موجود عند القدرة للهجومية بشكل كبير وبالتالي هتلعب مثل محمد عبد المنعم ومعاهم في النص كده هيبقى حمد فاتحي فانا بتكلم معاك ما ايش انا جامل كليه لك ويبقى موجود ايمان اشرف بحيث ان علي معلول برضو ياخد حرية هو النحة التانية بحامل عبد المنعم نعيه حسين الشحات ويبقى سير دباك وفي نفس الوقت يغطي مكان حسين الشحات في حالة الهجومية ثلاثة وحسين الشحات يبقى في نص ملعب وفي حالة الدفاعي يرجع رابع ويبقى الموجود في النص حمد فاتحي حلوة دير مش حالة انت مدر كبير والله هاي لا فاروق لا انا قصدي ايه انت بتستغلل مثلا عندك نقص مثلا كان في الجبهة اليوم محمد هاني لو دايما وجود وفي نفس الوقت عندك العيب لو هيلعب لو مع عسين الشحات عنده القدرات الهجومية كبيرة والنحية التانية عندك كمعلول اصلا قدراته الهجومية اكبر من قدراته الدفاعية كمان حلوة دي بس انا العب بباكرايت بقى اللي هو الوريجنال يعني الباكرايت اللي هو زي اكرم وزي محمد هاني لما بلعب بطريقة ثلاثة لكن انا مجيبش واحد اهب في الطريقة دي لما بقى اقلل العدد المدفعية سنة اخد فرصتي حلوة ايش 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 انا بكلم في الفكر يعني مش ابداع كتن والله ابداع عشر عشر مثلا انا بتكلم انت لما بتلعب بثلاثة بتبقى بتلعب بثلاثة قوي عندهم النوحة الدفاعية اكتر من الهجومية فانت لو بتتكلم على هاني مثلا انا بتكلم عبدالمن عامل فتحي ايمن عشر تمام لو كده ماشي لكن ما تجيبش الشحات تلعبوا في طريقة ثلاثة مش يقوملك بان واحد دفاعية انت خلاص قللت واحد فلما لعب بتلاثة لازم يكون الثلاثة اقوية جدا دفاعية تمام عندهم القضاد ورقابة عشان تقدر تأمن دفاعاتك ويساوي لكن لما تيجي بقى تتكلم على الاربعة حمد فتح هيعمل اه يعني لا انا حاطت حمد فتح في الثلاثة اللي ورا هتتكلم مثلا في ديانج هو اللي هيبقى قريب من الثلاثة في حالة الدفاعية اللي عليك يبا انت كده برضو رجعت طريقة حالة الدفاعية تلعب باربعة تلعب باربعة ومساك لفت ومساك اتنين في واحد طيب مهم برضو معروفة خلاص بزا لكن لما تيجي بقى الكورة عليك في النواحة الدفاعية هتلاقي ديانج جمال لك شوية هتلاقس ولي رجع شوية فده طبيعي جدا كله بيبقى تحت الكورة كله بيلعب من تومان ودي بتبقى عملية واضحة والنادي الاهلي بيبقى حريفة دي تشاطرين فيها يعني انت عارف لما بيجي عليه سرعة في الارتداد يعني زكاء وصرعة ورقابة ومشهور كمان في حتة البرشرة في نص الملعب الضغط ده مهم جدا يا فاروق بتبني عليه الهجمة لما تضغط وتستخلص الكورة تبدأ تحول اللعب من الدفاع للهجوم دي نقطة بتبقى يجيبها جدا النادي الاهلي حريف فيها فيه ميزة ان انت كمان عندك الانطلاقات من الاطراف للنادي الاهلي والهجوم بيبقى شارس عشان كده النادي الاهلي بيقابل فرة كتير قوي بتقابل مشكلة قدام النادي الاهلي هجوميا ليه لانه هو بيعمل كسافة هجومية على اعلى مستوى من الحاجات كمان اللي انت والتها جميلة جدا تحتى تبقى مدارب كويس حبيب يا كده